مرحباً لكم مشاهدين إلى جولة على أبرز الصحف العالمية التي نقشت غياب الجيش اللبناني عن ساحة الحرب الدائرة في لبنان والمساعي الأمريكية لاستغلال الحرب من أجل إضعاف حزب الله إضافة إلى استمرار الهجامات العسكرية الإسرائيلية على قطع غزة في صحيفة فينانشل تايمز كتبت هبا صالحاً غياب الجيش اللبناني عن المشهد الدائر حالياً بين حزب الله وأيضاً إسرائيل منذ أن غزت القوات الإسرائيلية جنوب لبنان وبدأت في قتال حزب الله فإن غياب الجيش اللبناني ملحوظ لأول مرة منذ عقدين فإن الغياب كما قلت ملحوظ وأضافت الكاتبة أن غياب القوات المسلحة اللبنانية دليل على الحالة المتصدعة التي تعيشها البلاد حيث لا يمتلك القدرة الكافية للدفاع عن الغزات وأضافت أن إضعاف الجيش اللبناني هو انعكاس للتاريخ المضطرب للبلاد فالحرب الأهلية دفعت العديد من الجنود إلى ترك الجيش والانضمام إلى الجماعات المسلحة ورغم ذلك فإن الكاتبة ترى أن القوات اللبنانية ليست ضعيفة فالمساعدات الخارجية ساعدتها على اكتساب الاحتراف استعدادا لأدوار مستقبلية أكبر إذا تغير توازن القوى داخل لبنان ونقرأ في صحيفة التليغراف مقال بان فورمر بشأن المخططات الأمريكية لإضعاف حزب الله من خلال التدخل في السياسة اللبنانية وأن البيت الأبيض يسعى إلى استغلال حرب إسرائيل على حزب الله لاختيار رئيس جديد في لبنان ولكسر قبضة الحزب على الدولة المنقسمة وأضف الكاتب أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن الهجوم الإسرائيلي واختيار قيادات حزب الله قد يكون فرصة لإنهاء الجمود السياسي الذي رسخ هيمنة الحزب لكن الكاتب يشير إلى أن المحاولات الأمريكية للتدخل في السياسة اللبنانية محفوفة بالمخاطر وقد تؤدي إلى تأجيج الانقسمات التي بفعت البلاد في الماضي إلى حرب أهلية وختم الكاتب بالقول أن أي مرشح يرى اللبنانيون أنه يستفيد من الهجوم الإسرائيلي سوف يدفع أيضا ثمنا سياسيا باهظا في صحيفة الجوردين كتب بثانا ماكرنان عن الكارثة الإنسانية في شمال غزة خاصة أن أكثر من أربعمائة ألف محاصرون في جباليا التي تشهد أسبوع ثانيا من القصف الإسرائيلي المكثف وذلك وفق تقديرات الأمم المتحدة وأضافت أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية لسكان شمال غزة مستمرة وأن نيران القناصة تمنع خروج الكثيرين وتمنع إجلاء الجرحة وتزويد المستشفيات بالوقود إذ أصبح نأوه 48% في قطاع غزة تحت أوامر الإخلاء التي تدفع بالأهالي إلى مناطق يفترض أنها إنسانية ومع ذلك تتعرض للقصف بشكل مستمر كما أن المساعدات الغذائية للشمال توقفت منذ الأول من أكتوبر ودقت المنظمات الدولية ناقوص الخطر من المجاعة بينما منع الجيش الإسرائيلي سبع بعثات للصحة العالمية من دخول المنطقة مجالة أتايم نشرت مقالا للصحفي أحمد أبورتيما من قطاع غزة نقل فيه مأساة القصف والتشريط في القطاع وفيه أن إسرائيل حولت غزة إلى ساحة قتل مفتوحة الضمان استمرار الأوضاع المأساوية وأضف أن العديد من العائلات هجرت أكثر من عشرين مرة بينما يعيش معظمها الآن في الشوارع بلا مأوى وسط معاناة تفوق قدرة البشر على التحمل وتابع أن رغم أوامر الإخلاء الإسرائيلية اختار الأهالي البقاء في مواقعهم لعدم وجود مكان آخر للذهاب إليه والكثير منهم لا يملكون دخلا أو طعاما أو وسيلة نقل وختم بالقول تعددت الأسباب والموت واحد في غزة سواء بسبب الغارات الجوية أو الجوع والأمراض أو من تجاهل العالم للمأساة المستمرة